ناقد الكبير دكتور حسين حمودة والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الأداب أهلاً أهلاً يا فندم دكتور حسين مساء الخير مساء النور إذاك يا دكتور حسين مساء الخير وستاذ يوسف رب حضرتك تكون بخير لا دا إحنا بخير طول ناح حضرتك بخير وسامعين صوتك وألف مبروك على جائزة الدولة التقديرية الله يبارك في حضرتك والله هل كانت جائزة متوقعة؟ ما كانتش متوقعة بالكامل يعني في الحقيقة إزاي؟ لأنني أنا مش عارف يعني أنا يعني بتصور أن هي من حسن تقدير الحقيقة الثقافية المحترمة اللي رشحتني اللي هي مكتبة الإسكندرية والأسيس الدكتور رحمد زايد طبعاً ومن حسن تقدير اللجنة في المجلس الأعلى للثقافة اللي صعطت بعض الأسماء ثم أخيراً من حسن تقدير أعضاء المجلس وهم أخيرة المثقفين الكبار زي ما حضرتك عارف وهو من تقديرهم هما تقدير الواحد لنفسه يعني بيبقى دايماً أقل ومن هنا ما كانش الأمر متوقع ألف مبروكة دكتور حسين ونتمنى المزيد من التوفيق ونتمنى بإذن الله الحصول على المزيد من الجوائز بل والأرفع دائماً كل شكر دكتور حسين حمود الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الأداب ترجمة نانسي قنقر